نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن مذل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد سمى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن أجل نعمة أنعم الله بها على البشرية هو إرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنزال القرآن عليه فداية للناس وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياة حتى أكمل الله سبحانه وتعالى الدين وأتم نعمته على البشرية كلها فما من شيء يقرب العبد إلى الله عز وجل ويبعده عن النار إلا وقد دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه أمته وما من شيء يبعد العبد عن الله عز وجل ويقربه إلى النار إلا وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه أمته فما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن شيء إلا لأن الله سبحانه وتعالى أعلمه أن من أمته من سيواقع هذا الشيء وقد حذر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من الإحداث في الدين والابتداء فيه والإدخال في الدين ما ليس منه فقد جاءت نصوص في كتاب الله عز وجل كلها فيها تحذير من الابتداء في الدين والإحداث في الإسلام من ذلك قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ففي هذه الآية أربعة أمور الأمر الأول أن من أحدث في دين الله فقد نصب نفسه شريكا لله عز وجل أن كل من أحدث شيئا في دين الله فقد نصب نفسه شريكا لله عز وجل في التشريح بذلك قال أم لهم شركاء أي الذين نصبوا أنفسهم شركاء أو نصبهم الناس شركاء لله عز وجل في التشريح والأمر الثاني أن كل من اتخذ أحدا يأخذ منه كل ما قاله ولو كان مضادا لشريعة الله مضادا لما أنزل الله في كتابه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وسن لأمته فقد اتخذ هذا الأحد اتخذ هذا الشخص شريكا لله عز وجل لذلك قال أم لهم لهم شركاء كل من اتخذ شخصا يقبل منه كل شيء حتى ولو كان يخالف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم اتخذه وأعطاه هذا المنصب فقد اتخذه شريكا من دون الله والأمر الثالث أن الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله شرق في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا أن نجرد الطاعة له وأن تكون طاعتنا له طاعة مضلقة لا يقيلها شيء فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي له هذا الحق أن يطاع فلا يُعسه فمن اتخذ فاتخاذ أحد والقبول منه كل ما جاء به ولو كان يخالف شرع الله فهذا شرك في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر الرابع أن الإحداث فالإحداث المذموم هو الإحداث في الدين لذلك قال ما لم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين فالإحداث والابتداء إذا كان في أمر الحياة وفي شؤون الحياة وفي الأمور الدنيوية فهذا لا بأس به ما لم يكن مخالفا لقول الله أو لقول رسوله صلى الله عليه وسلم وشرع الله فالإحداث المذموم والبدعة المذمومة هي البدعة في الدين أما ما يتخذه الناس من تنظيم شؤون حياتهم وما يتخذونه مما سخر الله سبحانه وتعالى للإنسان أن ينتفع به في الأرض أو في السماء فهذا محمود فلذلك قال من الدين ما لم يأذن به الله ففي هذه الآية عظيم التحذير وشديد النذير لمن يبتدع في دين الله ما ليس منه ومن يسلك سبيل المبتدعين ويتقرب إلى الله عز وجل ببدع أحدثها بعض الناس ومن الآيات الدالة على ذنب البدع قوله تعالى وأن هذا سراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فقد أخرج الإمام أحمد والحاكم وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيمة ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن يساره قال في بعض الروايات متفرقة ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا سراطي قال هذا سبيل الله ثم أشار إلى تلك السبل وتلك الخطوط المعرجة معوجة فقال وهذه سبل ليس علي ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يلعو الناس إليه ثم تلا قوله تعالى وأن هذا سراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهذه الآية صريحة على أن سبيل الله واحد لا يتعدى وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكل ما عاش عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدين في الاعتقادات والعبادات والسلوكيات والمعاملات فهذا هو الخط المستقيم وهو السراط المستقيم وكل ما خالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقادات والأفعال والأقوال والأحوال فهذا من السبل التي حذرنا الله عز وجل من اتباعها لأنها تفرق عن سبيل الله وأن هذا سراطي مستقيما فوحد السراط لأن طريق الاستقامة وطريق دين الله طريق واحد وسراط واحد وسبيل واحد قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين لذلك أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء بسنده أم مجاهد بن جبر أنه قرأ قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال الشبهات والبدع الشبهات والبدع الشبهات المتعلقة بالأقائد والبدع التي تتعلق بالأخوال والعبادات ومن الآيات المحذرة من البدع قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فالله سبحانه وتعالى يحذر المؤمنين أن لا يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتحقق جليا في من ابتدع بدعة أو ابتدأ أو اتخذ بدعة دينا فما من إنسان يأخذ بدعة دينا إلا ويترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقالفها فحذر الله سبحانه وتعالى الذين يخالفون عن أمر رسول الله أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة في دينهم في قلوبهم من كفر ونفاق وبدعة أو يصيبهم عذاب أليم في هذه الحياة وبعد الممات فما أوقع هذا من تحذير من اتخاذ طريقة أو سبيل يتقرب به إلى الله عز وجل خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالقرآن مليء بمثل هذه الآيات التي كلها تدل على أن النجاة والسلامة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجريده بالمتارعة كذلك صحت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أكثرها كلها فيها تحذير أن الابتداء في الدين والتقرب إلى الله بما لم يأذن به الله ولم يأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي نفذ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فكل الإحداث في الدين مردود على صاحبه كائنا من كان كل من أحدث في الدين وهذا المقصود بقوله في أمرنا هذا مما يدل على أن الإحداث خارج الدين في الأمور الدنيوية فهذا لا ذنب فيه إلا فيما يخالف شرع الله فالأصل في الدين والعبادة المنع إلا بنص والأصل في الأشياء التي تتعلق بمعاملات الناس ومصالحهم الدنيوية الأصل فيها الإباحة إلا بنص فلا يقال بالتحريم شيء مما ينتفع به الناس إلا بنص قادم بالتحريم فلذلك قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك فأجملت الإحلال بينما قيد المحرم وقد فصل لكم ما حرم عليكم فالمحرم مفسل أما المباخ فمشاع ليدل على أن الأصل في الدين والاعتقاد والتقرب والعبادة الأصل فيها المنع إلا بنص فلذلك قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رك وقد يقول قائل إنني لست أنا الذي أحدثت هذا في الدين وإنما وجدته عند آبائي وكبرائي فأنا أصير على من والهم وأقللهم فيه فترد عليه رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رك سواء كان هو الذي أحدثه أو إنما أحدث أحدثه غيره ومن الأحاديث الدالة على ذنب البدع ما أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من البدع ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث العرباد بن سارية قال عبد الرحمن ابن عمر السلم وحجر ابن حجر قال أتينا العرباد ابن سارية رضي الله عنه وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحميلهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فقلنا له أتيناك زائرين آعلينا مختبسين فقال العرباد بن سارية رضي الله عنه سلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة ذرفت منها العيون ووجلت ووعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة عليك أوسيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وفي رواية وإن كان عبدا حبشيا وعليكم بسنة فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعطوا عليها بالنواتف وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هكذا يحذر هذه الأمة من الإحداث في الدين ومن اتخاذ البدعة دينا يتقرب به إلى الله عز وجل أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل دم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لنسكبت فالك سهل زواتاش الكيامة يقوى مسلمي وابنئ ما دأ الله سبحانه وتعالى يوهلن الأماشين أيكو مسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكم سوكر للتاف دباب للتاف كمرسع وانديك من شد الشرية النبي صلى الله عليه وسلم ببرب دونيا بهرسين الله سبحانه وتعالى يتقرب به النبي صلى الله عليه وسلم جف ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر وانا سيكون ذائها ، إن أكبر. الإشكرا لكم بشاهدة ، أخيرًا تماماً الواضحة في الله سبحانه وتعالى ، ل merchandise السبب ، أقول صيادكم ، ، فإن أخير قد تخيل ، معنا نور اليوم ، عندما قد يتساعد قليل ، في الأمة من جيش أنها في السابقة كانت بخير سكي تيشف سكي قوين سكت زمار مدد سكي باسق قوين بايا دعوه 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 من المجمد المتابعة حرمات قوين الموجود وأنا باسق قوين بايا أنا أرد وأ dizer كانوا وأبعون وأروم بوا أكتب ودعوه 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 لقيد الله يوجد هدله سنرون القرآن عندما يزال ركحنا ويأت باستخدام الله ويأت باستخدام الله عندما يأتي بأن الله سبحانه وتعالى فالطلوب الاني لإمكانهم عندما أردت البلد وأن الفتح الاني لإمكانهم مجموعة الحمام التي تحدث على الله كان لدينا أشياء الدينة الله أتطرد وي tackle الدينة الله وحاليا كان لدينا مج wrecked الذي كان يشهد أبو يتم تريدها الله سبعه وتعالى كان يصبغى أن يشهد أبو يتم تريدها الله سبعه وتعالى كان يقول أنه يشعر في العرب يتم تريدنا من الدينة وحدنا أخذ أنهم يشهد أتحد لدينا يسمع أيشان الدينات ومجرد أن يسمع الأيد إذا كنت أعطى من ت morgen في النبي وقد رمكوا منزلا على المخاطعة عن تعيدوت morgen اتي ق önbeatわ كما أصبح لهم تَرَدَى اللَّهُ وَجَنْكَوْا وَتَشَرِعَةَ سَابْوَا شِيَسَةِ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ خُسُنَادَ وَسَعَبَا بَنْ تَعْرِيَانِ أَبُنَا أُخُرُ يَرْدَى دَيُوَ مَنِدْ دَهَا إِدُولِ فِي أَكَنْ دَعَى أَبِنْ نَزِيْكَوْا دَسُونَنْ أَدْدِينِ وَنَا شِرْكَةِ جَا أَعْلَا سُوَحَانَهُ وَتَعَالَ شِرْكَةِ جَا أَنَّبِي صَلَى اللَّهُ وَالْتَعِقِدْ لَهُمْ النَّبِي شيْكَ وَاللَهَا سَكَكِّيَ بَابُلْ أَيْدِي النَّبِي شيْكَ وَاللَّهَا مُؤْلَقَ بَابُلْنِزَامِ دُعَى بِنْدَا أَنَّبِي يَوْمَرْنِي دَشِي عَبِيشِي صلى الله عليه وسلم الشتابة اشتركوا في القرآن التي تعرفتها في الله وعلى 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 الله AND travelling أنهّا يت continuo ، يقول ، غبيب أبنا الدين في حد كفذه ، يقول ، غبيب أبنا نعلم لقرأني سن&والهي وعلى الله وعلى الله عليه وسلم وفي النبي .. حال الشركاء ؟ أن يتحدث أن الشيء يستطيع العوضة من المهم شيء يريد المهم هذا هو هذا للمنظر المحامد الرسول الله في القمامة ترجمة الشهادة ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم ونقبل أرساق أضلا بعض الناس ترجمة نحيان سنة بنفسه الأخير ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم ونقبل أبو بواء وأدن ان تسداد الدين أشيكاً أبو بنا سبت عن طريق هذه النجوم عندما يرى جاء MURTF ويبقى تلك الانجработة عندما يرى جاء هرام مكانكم مكان يحصل في هذا الشيجق لماذا يرغب إن الله حولي ويبقى أنه مكان المادة في هذا الشيجق يبقى أنه يرغب نقول إنه ينتهي أبونا يتاولون طريق هذا في رحيث يتتذكر عندما يرغبت أن يكون بمجرد أن إنه يتعادر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يتكلم بأنك يبنان الدين أبينا هي سيفية الدين أبينا هي عندي وفي الأقوال هل يجب أن يكون أبي مودة وفي ت COPYه أطباء الحياة ضاء الحياة من الصلاة وصلاة الحياة أحمد الحياة أحى أسابعية الحياة يبنان الديني يجب أن يكون أبي أبي مودة دعائما يتفضل دعائما يكون pause لأن الله سبحانه وتعالى يقولون الألعاب منا لأن الله سبحانه وتعالى يقولون الألعاب منا بذلك صلى الله عليه وسلم وَكَيْنَا كُلِكَيْنَا كُبِيْتَ وَأَنَّنْكُمَ إِلَّا يُيْكَنْ وَأَنَّا يَنْحَنِّى وَيَنْجَوَيْنَا قُوَى كُوَعْتَ هَنَّا قوى شَئِئْتَ آهَنِي أَكَنْ خِنْتَانِ자는 كُبِيْتَ تُو وَأَنَّا يَتَّبِيُوا السُّغُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ صَبِيلِهِ أولى سلسال start of the knocking of the celleliers من النبي little decreping يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توجد الله ولكن النبي just The Hall of Knowledge لتقول Crossful سبب سولك إنسان بسبب الشخص تساة على كل سبيل الشيطان يدعو الناس إليه قوة تحني أقوي شيئًا شيئًا إننا نمتاني ونزير الكرام متاني أدعى بأنه حيّر ينانون الشيء وحيّر ستافي تقوة وأنه حيّر كمكنا بنت ذا سنباكنا حيّر الله ببنى الماجرين عبداللهي لن أباس مثل تفسير القرآن مجاهد ابن جبر تابعي ما لبي متوامك أو أن شاء لك يكران تونان آير وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ كَقُّ بِوَسْحَنُّوا إِزَاسُ رَوَا كُدَ هَنْيَرَ اللَّهِ سَيْتِ أَنَا نِفِنْ أَبُوَا مَعْسُلِكِ تَرْوَا أَدْدِينِ لَكُمَ بِدُؤُئِ المتشابيهات والبِدَع تَفَرَّقَ بِدَعُوا إِزَاسُ عَنْيَرَ النهادة نهاية متشابه برائح او دين الميال سعطة عندنا نفسه ستنسى في برائح ستنسى في برائح ستنسى في برائح ستنسى everywhere تم ستنسى في برائح او دلت النبي ستنسى في هذه الفرح ستنسى فيها اللي يحفظون عن مباشرة أن يصيبهم عزب بالمباشرة في ستنسى في المنزان ستنسى في الباشرة صلى الله عليه وسلم ينسى إن جاء الله ينسى فتنة تساميس وقوة عذاب من رئيس فتنة فتنة أعديني دم تمنى تحنجر أن النبي صلى الله عليه وسلم يبرؤ مرنس فبابو شك هذا ينسى فتنة أعدينس فتنة أعدينس وتكييل ما أبينس يكيش ذواغ كافرتي والعياذ بالله يكيش ذواغ منافج وفي ايضا فتنة أعدين هكي فتنة أعدين يؤمنون سلام صلى الله عليه وسلم يَبِي وَسَحِنْ يُوَيْتُوا بَا بِشَكَّةَ زَيْسَابِ فِي تُنْوَاءَ دِينَسَ سَنَنْكُمَيَجِي إِشْتِعَثَابَرَ عَلَّمِ رَدَيْا إِدَمْ بَيْتُوا بَا حدثيكو دَسَكَذُوا لَقَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَدِيكِ غَرْغَئِ أَكَنْضُ أَبُوْجِبِدَأَ 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 أَبْوَجِبَدَأَ هدِثَي دَيْوَا لَقَتْكِي أَكْوَيْتَيْسِ دَإِمَامُ الْبُخَارِ دَمُسْلِمُ أَبْوْجِبَا أَبْوْجِبَدَأَ ثَكِي وَمَاَيْكِ صلى الله عليه وسلم إِنَا الزوَانِ أَبُوْجِبَدَأَ أَبْوَجِبَدَأَ أَبْوَجِبَدَأَ حسن النبي عمير مساء عمير مساء ص� eyes الدينيي المسلم يقولون Amوج اللم ماهند يfö Detailا مواجه في عمير مساء ونطر عند هذه acne الآن 그러면 أماك言 ماذا عن موسلم أنا لو القوات أماك الساعة من نبيه أنا لتكون وقت البعض الذين سنمتعنون لداء العمام فالقبع فالجلس يتساعدت الله عن هذا فالقبع فالجلس يتساعد الله فالجلس يتساعد فالجلس يتساعد وبالذلك العثور فيه من الولايات فالجلس فيه من الموضوع في مشارك الحياة ومع ذلك انظر السؤال فطول من هناك كدرا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فبقى يقول لله ما هذا الأمر لقد قال جبر الله هذا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يناعجنا tempting ما في الخير ذن school لتفضل الله وكان ما في الخير شرية شرية من الله صلى الله عليه وسلم وكان ما في ش cheddar الامر ذكرى الامر ذلك ودك ذكرى الامر ذكرى انها اللتي محاولة يقرد لأنجوة وكل البداء في الدر لitate وكما تفعله وعليم تفعله وعليمتها فإن أحدهم في هذا الأمر أحدهم في هذه المعضلة هذا المعضلة عن العرباد بن سريه وليس كمسن المتحدة عن عبد داور ولم يكون أبي داور ولم يكون هنا مجمع عبد الرحمن بن عمر السلبي وحجر بن حجر ويقول حتابي أينه هدابي سكذياريك العرباد بن ساريا سكذياريك العرباد بن ساريا يلالك كمتاننن دعائر الله تسوقعك وعندسكذو سنانيوان النبي صلى الله عليه وسلم يباسو دواكي ابتائك إلسوه باسو دواكند داس ابتائك النبي يبايد أبنى زيباسو سكذياريك سنانيوكا سورسرس أبنى داسو يلوك النويا في ترسيهك ولاعلى الذين إذا ما أتوك لتحميلهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيدوا من الدني حزناً ألا أجدوا ما ينفقه ونأ العرباد بن ساريا يلالك كنسو سيسوكذو سكتشي مصا بانسو يسلما سكتشي جواجان سيسوكتشي منظو دم الزياريكا مدوباكا كما مسامون أبنئي لبي أو جنكا سيكي قياموسوكي وا وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يامنا صلى رأسو باح سيفسكنتوم يامنا وان وأزي وأزي غمسشي إسشي واند زكاة مو واند إدان ومسكر أزباد دهوائي سمو دشي زكاة مو سكار وروا حر واني لغا تكلم ويكي قياما اكين الله كماركنا يمانا بانقوانا كمار وعزم بانقوانا كي يمانا تو بيزها كبرمانا نواسيجي النبي صلى الله عليه وسلم يكي قينا بكواسيجي داتقوا اكي يدوكو كين الله دجي دبي واتو كجي شواجة بن نوم وكما يوسم بيها كودا ذا الشغبان تنموكو دباوة كوباواني يزام شغبانكو وصورة رما كان سكوجيتكو مو بيش يكي جوان دولوان ديرا يدوكو جدكو تو زيغا ساباني مييو ذا أساس سابا تشكي شان الاديني سيأتي دستونانهوريو وغلقة سننة وغلقة سننة حدفة في ناشي عد تمسكو بها وعد عليها السحيان قوانت مؤقتل ويجعل ويجعل أكثر فإن حانت فأجم من مغرب أنها نفار على الأمر ففأت فأجم من مغرب فإن بعد فإن الا دان فإن شاء الله من على هذه المنبر فإن من المنبري فإن تكون يتريد ان تكون مجمع هكذا الجديد والديناء والأطفال والديناء والأسرى والنبي صلى الله عليه وسلم نعم تعالى جميله جميله في جديد الدواء في الأساس لا يريد أن يكون لها منذ أساسين من الأساسين هناك تلبي أمامها وفاقنا بأن أبي بواعي أمامها لا تلبي قليلا تلبي كثيرا كثيرا وفاقنا بأن أبي بواعي وكان أبي بواعي ماغمتك فيجعل أبي بواعي سيدتي أما في أبواعي سإنهامها وقال ولد الفائن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر